بدأ أصحاب السمو والفخامة وممثل رؤساء الدول المشاركة والمدعوة في تمرين درع الخليج المشترك واحد بالتوافد إلى المنطقة الشرقية هذا اليوم حيث وصل فخامة رئيس جمهورية تشاد أدريس تيبي ووصل فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي كما وصل فخامة الرئيس روك مارك ريكريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو ووصل صاحب السمو والشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة كما وصل رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي وكان في استقبالهم في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية صاحب السمو الملكية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير منطقة الشرقية وصاحب السمو الملكية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الشرقية وعدد من المسؤولين نائب أمير منطقة الشرقية